اشتركوا في القناة العبرة من القصة راتبك بذرة تحتاج أن تأخذ بعضه وتزرعه في الاستثمار لأن الراتب وحده لا يمكن أن يحل جميع مشاكلك المالية ضع خطة بديلة من الآن فالاستثمار الحكيم سيوفر فرصا للإنسان ليأكل الدجاج متى ما يشاء فكر في الاستثمار لأنك لن تكون شابا إلى الأبد فكر في تأمين حياتك لأنك لن تكون قويا إلى الأبد فكر في ريادة الأعمال لأنك لن تكون موظفا إلى الأبد تحياتي لكم أحبائي